مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في محافظة نينوى مستمر باستقبال المراجعين حيث يعمل مكتب جوازات نينوى بفرعيه الأيمن والإيسر يعمل بضمن جدوى الخاص بلغ الحجز حالياً 642 ألف وعدنا مكتب شؤون الجنسية يستقبل هم الأيمن والإيسر في منطقة راس الجادة هذا بدون أي حجز بدون أي مناطق فقط يوم أيمن ويوم أيسر ومكتب المعلومات نفس المنطقة هم براس الجادة هم يعمل هم يوم أيمن ويوم أيسر يعني بدون أي حجز مراجعة مباشرة بالنسبة للبطاقة الوطنية مراجعة المواطن تكون ضمن جدوى الخاص ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعية وعبر قناتكم الموقرة حسب مناطق الأحياء السكنية حالياً المواطن يراجع منطقة الحدباء حي الكندي التأخير يعني تقريباً بعمول عراق لأنه يوجد لود على الطباعة الطباعة فقط مركزية في محافظة بغداد فإن شاء الله بالأيام القليلة القادمة راح تصنى وجبة إن شاء الله بالأيام القليلة القادمة راح تصنى عدد كبير من البطاقات الوطنية المنجزة اشتركوا في القناة